عدة أيام قدر لي أن أجالس بعض الإخوة وبعض الأبناء وطبعاً لا حديث للناس في هذه الأيام إلا التجربة تجربة التحول إلى الشورى هذه التجربة والحياة الجديدة علينا لها تساؤلات مرتبطة بالأحداث ومرتبطة كذلك بسير الأمور بعضهم يرى أننا لا نتجه إلى الوجهة الصحيحة والبعض الآخر يقول إن الممارسات التي تجري على أرض الواقع لا تتفق أبداً مع الأمان ومع الأمال العريضة التي كنا نعلقها على أناس بأعينهم والآخر يقول هذا بالأمس فقط يقول الحقيقة أنا محبط جداً لا تتصور كم أتألم يعلم الله لا تتصور أحبتي كم أتألم لمثل هذه الخواطر ولمثل هذه العبارات التي تعتبر تنفيساً عن المكبوت في النفوس وتنفيساً عن مشاعر الألم التي تعتصر قلوب إخواننا بدايةً اسمحوا لنا أن نقول أنا لا أتفق إطلاقاً مع المحبطين نعم ولا أتفق مع هؤلاء الذين يقولون كنا نظن كذا وكذا وذهبت أحلامنا أدراج الرياح لست مع هؤلاء ولست مع هؤلاء وطبعاً تسألون كيف أقول وبالله تبارك وتعالى التوفيق إن ربنا الكريم هو الذي من علينا من فضله وكرمه وهيأ لنا أسباب هذه الثورة وقلت لكم ذلك مراراً قلت إن المسألة أكبر بكثير من مجرد تجمع شبابي في ميدان التحرير نعم الأمر أعظم من ذلك نعم هذه هي البداية نعم هذه هي المبادرة المشكورة التي نحمد الله عز وجل الذي هيأ أبنى أنا وهيأ لهم الأسباب فكان تجمعهم ذلك شرارة الانطلاق إلى الثورة المباركة التي نسأل الله عز وجل أن تؤتي لهذا البلد الثمار المرجوة منها بإذن الله ربنا الكريم عودوا بالذكرة إلى البداية كيف كانت ثم تابعوا على مدار ثمانية عشر يوماً كيف تطورت الأمور من مجرد مطالب محددة جداً في البداية إلى سقف من المطالب يرتفع يوماً بعد يوم حتى وصل الأمر بهم فطلبوا إسقاط النظام وسقط النظام وهيأ الله عز وجل من الأسباب كما قلت ما جعل هذه الثورة تأخذ خصائصها بكل ما تعنيه كلمة ثورة ذلك فضل الله الذي هيأ مصر كلها وهيأ كل الميادين لكي تشتعل ثورة الخامس والعشرين من يناير ووجد النظام نفسه يواجه مصر كلها ويواجه رجالاً وشباباً ونساءً وفتياتٍ والكل يطالب بإسقاط النظام لذلك أكرمنا الله عز وجل في ثمانية عشر يوماً وسقط النظام من فضل الله بل وهناك منة أخرى وهي سهولة تجميع رموز الظلم والفساد سهل علينا أن نجمع بفضل الله رموز الفساد والظلم في مصر وتم إلقاؤهم خلف الأسوار إلى أن يحكم القضاء العادل والنزيد في مصر بما يتفق مع حجم القرائم التي اقترفها هؤلاء وهؤلاء ثم تم انتخاب مجلس الشعب وتم انتخاب مجلس الشورى وجاءت وجاء خمسة وعشرين يناير في عامنا هذا عام الف أو عام الفين واثني عشر خمسة وعشرين من يناير وكنا نضع أيدينا على قلوبنا خوفاً من تصرفات غير مسؤولة يقدم عليها المتهورون من الشباب وكنا نحذر ولكن من فضل الله عز وجل مرت الأمور على خير وجه ومرت بأمن وأمان والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين نتجه الآن أيضاً إلى انتخابات الرئاسة وإلى صياغة الدستور بإذن رب العالمين وأسأل الله مخلصاً أن يتم ذلك كله على أكمل وجه وأن تسلم إدارة هذا البلد إلى شخصية جديرة بشرف رئاسة مصر وبإدارة الأمور في مصر بحب لهذا البلد العظيم الذي يستحق منا جميعاً أن نهبه أرواحنا وقلوبنا أقول لإخوان الأعزاء إن ربنا الكريم الذي من علينا وأكرمنا ووصلنا إلى ما وصلنا إليه وتخلصنا من هذا العب المستبد الدكتاتوري الرهيب الظالم الذي استنزف موارد هذا البلد وخان الأمانة بكل ما تعنيه كلمة خيانة إن ربنا الكريم الذي أكرمنا بذلك كله من فضله وكرمه هو القادر إن شاء الله هو القادر إن شاء الله وأبشر يا عباد الله هو القادر بإذن الله أن يضع لها نهاية طيبة هو الذي بدأها وهو الذي سيجعل لها النهاية الطيبة لبلد طيب تحمل الكثير والكثير وآن الأوان ليستعيد مجده وليستعيد دوره القيادي في هذه المنطقة الحساسة من العالم وليسترد هذا الشعب سعادته المفقودة وليسترد أيضا شخصيته التي تعرضت لكثير من الإهانات على أيدي طغمة فاسدة لم تتق الله عز وجل في الأمانة التي فرطت فيها وخانتها لذلك أقول للمتشائمين والمحبطين أقول يا إخواني إنكم تعبدون ربا قديرا الأمر ليس بيد فلان أو علان من الذين يشغلون الساحة بأسمائهم أو بمؤيديهم أو بأموالهم الأمر بيد الذي يقول للشيء كن فيكون هناك واحد من هؤلاء لا يعلمه إلا الله نسأله مخلصين أن يمكن له وأن يكون أهلا لهذه الأمانة العظيمة في ذلك الوقت الخطير والعظيم كل الذي أطلبه من حضرتكم أن تكثروا من الدعاء بلا ملل نعم الدعاء لا يمل من سألوا الله من فضله وكرمه ليل نار أن يولي علينا رجلا طيبا كريما أن يستطيع أن يعوضنا ما فات وأن يكون أمينا على مصر وعلى مستقبل أبنائنا الذين عانوا معنا كثيرا أيضا والذين ظلوا عشرات السنين أيو الله عشرات ظلوا عشرات السنين لا يجدون وظيفة تحفظ لهم كرامتهم أو تحقق لهم من الخير ما يتمنون وما نتمناه لهم أبشروا عباد الله وأبشروا بالخير والمؤمن لا ييأس أبدا من روح الله فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون والأمر كله بيد الله قل إن الأمر كله لله استحضروا ذلك وأنتم تفكرون في هذا الأمر استحضروا ذلك كله وسألوا الله من فضله وكرمه وأنتم واثقون أن ينتهي الأمر كله بإذن الله وأن يتولى الأمر من هو أهل الله حتى يتحقق لبلدنا العظيم من الخير ما نتمناه ولهؤلاء الذين قالوا إننا صدمنا كثيرا وكنا نأمل خيرا في طيارات معينة أو ما إلى ذلك لكن الواقع يؤكد أن الأمور لا تسير كما كنا نتمنى ومع أنني ألتمس لهم شيئا من العذر لكني أقول لا تنسوا عباد الله أنهم بشر وكل ابن آدم خطاء ونحن في بداية تجربة نعم نحن في بداية تجربة لها أعداؤها ولها المتربصون بها ولها من يخطط للوقوف أمامها ليل نهار لا تنسوا ذلك ولا تنسوا أن أجهزة كبيرة تعمل مع هؤلاء وهؤلاء ضد هؤلاء وهؤلاء وأنتم تتابعون الساحة خذوا في الاعتبار وأنتم تقيمون التجربة خذوا في الاعتبار الأجهزة المضادة التي لا تريد لمصر العزيزة أن تستقر زمان ما كنت أتصور أبدا وأنا أسمع هذا الكلام أن هناك من لا يريدون الخير لبلدهم كنت أسمع هذا وأتعجب بل كنت أستبعد لكن المتابعة أكدت فعلا أن هناك من يتربص بنا شرا للأسف البالغ وهذه طبيعة الحياة إذا جند رجل نفسه للخير وجدنا إبليس على الجانب الآخر يجنب أو يجند زبانيته للوقوف للخير بالمرصاد فهؤلاء الذين يقولون صدمنا من بعض الممارسات أقول لهم لا تنسوا وأنتم تقيمون الأمور أن الأعداء في الداخل وفي الخارج كثيرون ومع ذلك أبشروا إن شاء الله وبهذه المناسبة أريد أن أقول شيئا مهما لهم ولغيرهم عندما نعلق أملا على إنسان معين ونحسن به الظن نرجو أن لا نسرف أبدا في حسن الظن مهما كانت أخلاقيات ودين هذا الإنسان لا ننسى إطلاقا بأنه آدمي وبأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وبأن الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام قال قال كل كل ابن آدم كل ابن آدم كل ابن آدم خطاء خطاء وخير الخطائين التوابون إذن فالخطأ وارد ونحن بشر والبشر أخطاؤهم واردة لا تسرف في حسن الظن فإن أناسا أحب إنسانا معين وأسرف في ظنهم به وبحسن ظنهم به ووضعوه مبالغة في مصاف الملائكة هذا خطأ هذا خطأ كبير ولذلك إذا قدر لهذا الإنسان أن يخطئ وأن يقع في أمر جسين فإن المحيطين به الذين تأملوا فيه خيرا وما توقعوا منه شرا فإنهم يعني فإنه يصيبهم الإحباط إلى درجة كبيرة بل ربما وصل الأمر إلى العقد النفسية فإذا ما رشحنا لهم بعض الكرام وذكرناهم بخير وجدناهم معرضين ووجدناهم محبطين ويائسين من أن يجدوا النموذج الطيب الذي يحوز ثقتهم دائما وهذه والله وصية ذهبية هذه الليلة كما تتوقعون مني خيرا أيضا اعتبروا أن الأخطاء واردة نحن بشر يا سادة نحن بشر عرض للخطأ وفي أي وقت فهذا أمر مهم وأكرر نحن في بداية مرحلة جديدة لابد أن تسودها بعض الأخطاء لكن لماذا لا ترون كما هائلا من الإيجابيات والمبشرات التي تبشر بإذن الله بمستقبل طيب نعم ولذلك أقول لأحباب الأعزاء في بداية هذا اللقاء لست متفقا معكم فيما تطرحون من نغمة التشاؤم أو الإحباط الذي سمعته من كثيرين منكم على مدار هذا الأسبوع أنتقل بعد ذلك أحبتي إلى أمر مهم للغاية وهو كلنا مشغولون ببلدنا وبمستقبلها وبما يجري على أرضها كلنا وهذا ما أسمعه ليلة نهار كلنا يدعو لبلدنا بالخير وكلنا يقول اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا اللهم أمين كلنا يقول ذلك ونسمع هذا الدعاء الجميل والكريم من إخواننا ليلة نهار نقول بأمانة يا كل من يريد الخير لبلده ولدينه نعم إذا قدر لمصر العزيزة بإذن الله أن تستقر أمورها وأن تطمئن مؤسساتها وأن تمارس كل مؤسسة عملها المنوطة بها بكامل الحرية والانسجام مع بقية المؤسسات كل ذلك في صالح الإسلام وفي صالح المسلمين وفي صالح كل المقيمين على أرض وطننا العزيز مطلوب من الجميع أن ينسى نفسه لبعض الوقت مطلوب أن ننسى أنفسنا لبعض الوقت كل مشغول بنفسه كل يعمل لحسابه الشخصي وحتى الأنصار الذين يحوطون بفلان كلهم يعملون لصالح هذا الإنسان ولصالح أنفسهم ولا يشغلون أنفسهم ببلدهم ومستقبل هذا البلد اعملوا لله اعملوا لله يا هؤلاء الذين يبثون الفتن في زوايا الصحف وعلى الشاشات وأمام الميكروفونات اتقوا الله عز وجل واحرصوا أن تبثوا الخير للناس وأن تقدموا الفكرة المستنير لوجه الله ولإخوانكم وكأنكم تحملون مشاعر الخير لتبصير الناس بمواطن الحق وبما يعود علينا وعليكم بالخير بالخير قلت مئات المرات كل من تهيأت له مساحة في إحدى الصحف أو تهيأ له برنامج على فضائية قلت هذه أمانة المساحة في الصحف أمانة والساعة على الشاشة أمانة فكن عزيزي المشارك معنا كن أهلا لهذه الأمانة ووظفها فيما يرضي الله تبارك وتعالى وفيما يعود على بلدك بالخير في وقت حساس ما مرت به مصر من قبل السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله بركاته بركاته في خبر حلو عايزة أقول على شكرا قناة الرحمة أن أم السخ حزم صلاحة باسمعين صلاحة مصرية مئة المئة اللي أنت سمع الخبر ده على كناة الأمة الفضائية عندي كذا سؤال كده عايزة أسأل خذل السيخ والله معلوماتي يا ابنتي أن الحكم النهائي لما يصدر لكن على كل حال بشرك الله يا ابنتي بكل خير وأسأل الله مخلصا أن يولي علينا خيارنا وهو بهم أدرى نسأله مخلصين جميعا وأرجو أن تؤمن ورائي اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا يا خير من سئل ويا أكرم من أجاب أقول للاعزاء الكلمة الطيبة في الإسلام صدقة صدقة ستؤجرون عليها عنوان هذه الحلقة أرجو أن يكون قد ظهر أمامكم نحن أولى بها منهم أكرر نحن أولى بها منهم إزاي النظمة السائدة على ألسنة من يسمون بالنخبة النظمة السائدة على ألسنة الكثيرين نريد حاكما ذا خبرة نعم هذا حق وهذا منطق سديد ولكنهم يلمحون في ذات الوقت إلى أن طيارا بعينه أو أشخاص بأعينهم يعني ربما يتولون الأمور وهم ليسوا أهلا لها اتصال السلام عليكم وعليكم السلام وعليكم السلام وعلى الله الكتاشير فضل الله يعزك لو واحد ميت في مكة يا شيخنا نعم لو واحد ميت في مكة ويندفن في مكة نعم أن الجسد وبيضل زمعه وأنه يتحلل زي زي التربة العالية والله هذا السؤال لا يطرح عليه نعم يعني كل الذي أستطيع أن أؤكد عليه إن شاء الله أنه مكرم بهذه البقاع الكريمة المباركة أما مسألة تحلل الجسد أو عدم تحلله ليس لدي معرفة بهذا الأمر حفظان الله وإياك تفضلي يا أم عبد الله السلام عليكم عليكم السلام عليكم وإنسان الله وبركاته ربنا يا ربي يجزد كل خير إن شاء الله اللهم أمين يا بنت نسأل الله أن يحق الحق اللهم أمين يا رب اللهم أمين بنقول لكم بإذن الله إن شاء الله يا ريت إن شاء الله لما ربنا إن كان ربنا رأيض له بالنصر إن شاء الله ويبقى رئيس لنا إن شاء الله الله يبرك لكم سندو 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 وإحنا بنسندو بدعانا والله وجزاكم الله كل خير وجزاكم يا بنت اللهم أحق الحق ويسر لنا ولهذه المرحلة من هو بها أولى وعليها أقوى إن شاء الله وأذرى بها بإذن الله اللهم أمين لا تعجبني هذه النغمة نغمة أن فلان أو علان ليس أهلا لها إنما هي تحتاج إلى خبير وإلى وإلى حقيقة هذا الكلام وإن كان يعتمد على شيء من الوجاهة المنطقية يعني لكن مردود عليه نعم مردود عليه أولا تولى أمور هذا البلد منذ ما يزيد على ستين عاما أنظمة من ذو الخبرة والخبرة الطويلة والخبرة الدراسية وبعد ستين عاما سقط النظام سقط النظام من جذوره بإذن الله فما المحصلة أيها السادة ما المحصلة من حكم الخبراء المدربين الدارسين المتمكنين الذين جثموا على صدور المصريين ستين عاما ما المحصلة؟ ما محصلة أصحاب الخبرة؟ المحصلة واضحة أمام حضراتكم وضع اقتصادي مهلهل مديونية سبحان الذي سيخرجنا منها أوضاع معيشية مأساوية بطالة لم نصل إلى أرقامها من قبل إحباط للشخصية المصرية قتل للطموحات إهمان للإنسان المصري على أرض بلده المحصلة تعرفونها جيدا محصلة أهل الخبرة المدربين الدارسين المتمكنين انظروا إلى أين وصلنا على أيديهم الكريمة لذلك أقول الأخرب الأقرب من القرآن الأكثر فهما للقرآن الأكثر أخذا بأحكام القرآن وبسنة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام هو الأولى بها من غيره نعم نعم بعد هذه الخيانات الرهيبة بعد هذا الفساد الذي لم يجر في بلد كما جرى في بلدنا وفسد طويل بعد هذا الذي جرى مما تشيب له النواصي من أرقام أفزعتنا وروعتنا بعد كل هذا ينبغي أن نعطيها للمسلمين للمؤمنين للصادقين للحافظين لكتاب رب العالمين للدارسين لسنة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام ليه؟ لأنهم باختصار شديد تربوا على مائدة القرآن والسنة المشرفة نعم عرفوا الأحكام عرفوا أحكام الله وأحكام شريعته الغراء نعم يعلمون أهمية الأمانة وماذا تستوجبه تلك الأمانة ممن ستأول إليه تلك الأمانة تربوا وعرفوا كيف صنع الإسلام العظيم في قرونه الأولى وفي أيامه وسنواته الأولى صنع أعظم دولة ظهرت في التاريخ نعم نعم صنع المسلمون الأوائل بفضل الله وبفضل الأمانة التي قدروها حق قدرها وفضل انتمائهم لإسلامهم وأخذهم أدابه وأخلاقه وأحكامه بفضل ذلك كله من فضل الله وصلوا إلى أعظم دولة ظهرت في التاريخ نعم وأقولون فلان مالوا مال السياسة دا كلام فاضي كلام فاضي اسمعونا أرحمكم الله ما السياسة ما السياسة أو كما يقولون ما هي السياسة 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 تدبير أمور الدولة في الداخل والغارج باختصار شديد تدبير أمور الدولة في الداخل وفي الخارج مع الدول الأخرى كيف نسير أمورنا وندير مصالحنا في بلدنا ومع من يجاورنا أو مع الدول الأخرى الإسلام العظيم ممثلا في رافديه العظيمين القرآن الكريم والسنة المشرفة من فضل الله والله ما فرط الله في كتابه من شيء نعم القرآن لمن يقرأه ويجالسه ويقرأ تفسيره ويجلس بإخلاص وهو يسأل الله عز وجل مخلصا أن يشرح صدره للقرآن وأن يكشف له أسرار القرآن وآداب وأحكام القرآن إجلس واقرأوا واقرأوا تفسيره اقرأوا سيرة الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام اقرأوا كيف تعامل مع صحابته وكيف تعامل الحبيب كذلك صلى الله عليه وسلم مع الآخرين وهو يدعوهم إلى الإسلام وهو يسجل معهم الاتفاقيات اتفاقيات في مصلحة الطرفين كتلك التي جرت في الحديبية بينه وبين مكة وأعطت ثمارها وكانت في مصلحة الإسلام والمسلمين والتزم بها المسلمون التزاما حرفيا اقرأوا الاتفاقية الأخرى التي وقعها مع اليهود في المدينة لتنظم تلك الاتفاقية كل الأمور بين المسلمين من سكان المدينة المنورة وبين اليهود من سكان المدينة أيضا لم يطردهم ولم يبادر إلى طردهم وإنما أقام معهم اتفاقا أروع ما يكون من الاتفاقيات الدبلوماسية المعاصرة التي تقوم على الغش والخداع في كثير منها اتفاقية صريحة والله لو قرأتموها لعلمتم أننا في قرننا الواحد والعشرين لم نصل أبدا إلى مستواها في الصياغة وفي الشفافية وفي الإخلاص وفي إحقاق الحق وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله الذي وضع هذه القيم السياسية التربوية الشرعية على أعلى ما يكون نعم أقول إخواننا من المسلمين الطيبين الصادقين الذين وعدوا وعدوا بتطبيق الشريعة الذين قالوا سنلجأ إلى قرآننا وإلى سنة نبينا وستكون مرجعيتنا إسلامية إن شاء الله ليعيش كل من على أرض مصر في أمن وأمان وفي سعادة ولينال كل ذي حق حقه كاملا في روضة الإسلام في ظل الإسلام في ظل القرآن الكريم والله سيعيش الجميع آمنين مطمئنين سعداء بإذن الرحمن الرحيم أقول الأكثر قربا من القرآن ومن أحكام الإسلام الأعلم بأسرار هذه الشريعة الغراء وبمقاصدها وكيف جعلها الله عز وجل جعلها الله عز وجل سببا لسعادة هذا الإنسان وسببا لحصوله على حقه وسببا كذلك ليعيش آمنا بين أهله وعشيرته من كان أكثر أخذا بالشريعة هو الأولى من كان أكثر دراية بالسنة المشرفة وبسلوك الصحابة الأكارم وبالفتوح العظيمة التي يعني كانت سببا في اتساع رقعة الدولة كما قلت منذ قليل فكانت أكبر دولة ظهرت في التاريخ ووجهت أيضا بقوة عظمى من أمثال قوة الروم وقوة الفرس وبفضل الله تبارك وتعالى كان للأسطول المسلمين في البحر الأبيض المتوسط كانت لهذا الأسطول الكلمة العليا على مستوى البحر الأبيض والأحمر كذلك من فضل الله عز وجل لن تنصلح أمور هذه الأمة إلا بمن صلحت به أحوالها في بدايتها إبان العز والازدهار نعم أحبتي عندما إن شاء الله تصل الأمور إلى ما وصلت إليه في عهد عمر ابن عبد العزيز الذي اعتمد الإسلام منهاجا ودستورا واتق الله في رعيته وكان يعيش للأمة ليل نهار ولا يسمح لنفسه أن ينام كما ينام الناس نعم ووصل الأمر بالفائض الفائض في الأموال إلى أن يطلب عمر الفقراء والمساكين في ربوع الدولة الأموية لينفق لينفق عليهم فيأتيه الرد أنه لم يعد هناك فقير في حاجة إلى أموال الدولة فيطلب الشباب للزواج ويزوج الشباب حتى يقال له لم يعد هناك من الشباب من يريد أموال الدولة ليتزوج بها فينادي مناد أن عمر يريد أن يقدم نفقات الحج لمن لم ينال شرف أداء هذه الفريضة العظيمة انظروا هذا عهد خامس الخلفاء الراشدين ثم تعالوا أحبتي لطروا المواقف السياسية للصحابة الأكارم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما لحق الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام بالرفيق الأعلى وقبل أن يدفن صلوات ربي وتسلماته عليه يرى أبو بكر نظر الفتنة ويرى شبه الفتنة يحوم بمجتمع المسلمين في المدينة فيبادر بحسه الإيماني الذكي لجمع شمل الأمة وتوحيد الصف وجمع الكلمة وينعاقد الاجتماع الشهير في سقيفة بني ساعدة حتى لا تتاح الفرصة لإبليس ليمزق الصف في يوم مشهود من أيام التاريخ ويتعاون الصحابة الأكارم ويتفاوضون فيما بينهم حتى تجتمع الكلمة إلى أن حسمها ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ومد يده ومد يده للصديق رضي الله عنه مبايعا إياه فإذا بالصحابة الأكارم من المعسكرين معسكر المهاجرين ومعسكر الأنصار كلهم يمد يده مبايعا للصديق وهو بها أولى يعلم الله عز وجل وجنب الله المسلمين فتنة كان يمكن أن تؤدي إلى تفريق كلمة الأمة والله أعلم المهم هذا الصديق الذي أشفقت عليه أم المؤمنين عائشة أن يكون خليفة لسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وليحكم أمة الإسلام أشفقت عليه من الطبيعة التي جبل عليها فقد جبل على المحبة والرأفة والشفقة وكان كثير البكاء في الصلاة وعندما يقرأ القرآن أشفقت على أبيها من هذه المهمة الثقيلة انظروا إلى هذا العملاق العظيم عندما بدأت نظر الفتنة في جزيرة العرب وبدأ المرتدون يكشرون عن أنيابهم وبدأوا في المساومة قالوا إن الزكاة كانت مرتبطة بوجود النبي صلى الله عليه وسلم وقد مات النبي فإن كنتم تقبلون إسلامنا بدون الزكاة لكم ذلك وإلا 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 ماذا سمعها الصديق ووصلت إلى مسامعه وإذا به ينطفض ويتغير ليكون على مستوى الموقف رضي الله عنه هذا الإنسان الطيب الذي امتلأ قلبه بالمحبة والمودة والشفقة بإخوانه المؤمنين الموحدين يتحول إلى إنسان آخر إلى إنسان قوي حازم حاسم ويجهز جيشا عظيما لقتال المرتدين في شتى ربوع الجزيرة ويقول لعمر والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاربتهم عليه نعم طيب حاضر اسمعوا رجعوا التاريخ رجعوا التاريخ وقرأوا في سيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى السياسة الراقية وانتصر الإسلام وتخطى المسلمون فتنة كبرى كانت تهدد الأمة وتهدد مستقبل الدعوة إن فضل الله التاريخ الإسلامي حافل بمثل هذه الأمور دولة دولة كانت لها علاقات بكل الدول دولة واسعة جدا أدارها الصحابة الأكارم وأدارها أستاذهم وسيدهم وسيد البشرية كلها صلى الله عليه وسلم على أعلى مستوى من السياسة الراقية القائمة على الوضوح والأخلاق وعلى الشفافية كما تقولون في هذا الزمان لذلك أقول رصيدنا المعرفي بالأمور تعلمناه وأخذناه من الإسلام العظيم فلا تنكر إطلاقا على رجل ذي هيئة إسلامية كريمة وذي سمت إسلامي وذي لغة إسلامية يعتمد على خطابه أو يعتمد في خطابه على القرآن والسنة المشرفة لا تضحكوا ولا تسخروا واتقوا الله عز وجل سيهديه رب العزة القضية ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور والله لن يحسن إدارتها إلا من جعل الله له نورا إلا من وضع الله القرآن في قلبه إلا من أوضح الله له معالم السنة المشرفة نريد يا سادة أن نقدم الإسلام للدنيا للدنيا كلها فرصتنا الذهبية أن نسوق لإسلامنا العظيم في ظل نظام إسلامي كريم ومع رجل مسلم نثق به مع رجل يقول لنا من حين لآخر أسأل الله أن يمكنني من العودة بمصر العزيزة إلى الإسلام إلى القرآن إلى السنة المشرفة إلى نظام يجد كل منا فيه حقه كاملا إن شاء الله غير منقوص فنحن كلمة نحن معناها إيه؟ المسلم أولى بها منهم من أي نظام آخر أشكركم وألقاكم على خير بإذن الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته الأسرة في ظل الإسلام عدل ورخاه وسلام نور عدل ورحمة وبركاته اشتركوا في القناة